اشتركوا في القناة في هذا اليوم كلها سيارات اليوم كل الفترة الصباحية سيارات وهذا هو الشوط الحادي عشر شوط خاص بالبكار ينطلق جائزته سيارة واندفاع هذه الأسماء الكبيرة والمميزة بهذه الشعارات انطلق مع المركز الأول مع الصدارة مع من تحتل للمركز الأول المركز الأول وقود على المركز الأول بشعار هجن الشحانية عند حمد بن علي بن حلفان المري المركز الثاني احتياط من الجانب الآخر تجاوزوا احتياط الهجن الشحانية سلطان من محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة المركز الثالث المركز الثالث تقدم وانطلاق اسم جديد وهذه اللي تحتل للمركز الثالث من تحتل للمركز الثالث هذه صوغة صوغة بشعار هجن الشحانية المتابعة جابر بن سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضميع تواجد بالمركز الرامع للشعار العاصفة في هذه اللحظة وتم تحضر في هذه اللحظة بشعار هجن العاصفة المتابعة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وغرام على المركز الخامس بشعار هجن الشحانية عن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اخواني المتابعين هذه المراكز الخمسة الأولى هذا النداء الأول هذا اللقاء الأخوي الكبير اللي يجمع بين الشعارات هجن أصحاب السمو والشيوخ في هذا اليوم في هذا المهرجان في هذا التحدي في هذه المنافسة وهذه الرياضة العربية الأصيلة وتواجد هذه النوعيات الخاصة من اللقاية النوعيات المميزة هناك في تواجد هذه الشعارات الكبيرة المنطلقة والمندفع الباحثة عن تحقيق النموس هدف شعارات أصحاب السمو والشيوخ هي المشاركة والمتعة والإثارة وإحياء هذه الرياضة العربية الأصيلة إحياء تراثيا كما عهدناه من أصحاب السمو والشيوخ ودعمهم اللامنقطع أعود إلى المركز الأول إلى احتياط احتياط على المركز الأول احتياط تحتل المركز الأول تنطلق بشعار هجن الشحانية المتابعة سلطان الوهيبي مركز الثاني يتقدم وينطلق شعار هجن الشحانية مع ثاني المراكز مع صوغة وصوغة يقدمها الشاب جابر بن سالم بن فران المركز الثالث وقود على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية والمتابعة حمد بن علي بن حلفان المركز الرابع تتقدم غرام على المركز الرابع في هذه اللحظة بشعار هجن الشحانية عن سلطان الوهيبي المركز الخامس يتواجد شعار هجن العاصفة بوجود تم في هذه اللحظة والمممل المتابع حمد بن راشد بن حمد بن غدين هذه الأسماء مرة أخرى على حضراتكم أيها الأخوة المتابعة هذه الأسماء هذه مسيرة الغمزة كيلومترات مسيرة اللقاية المسافة الرسمية الحقيقية والمحق الحقيقي كما يقول محمد بريك دائما المحق الحقيقي هو المنافسة الشريفة والقوية في هذا العالم الساحر يا سلام يا سلام تجاوزت في هذه اللحظة انطلقت غرام 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 تحرك الشعار العاصفة تحرك الشعار العاصفة بتحرك تم وتحرك الشعلة النداء الأول للشعلة على المركز الثالث انطلاقة شعار العاصفة هنا والمنافسة القوية الشريفة في هذا العالم الساحر يا سلام الناموس الناموس غالي في هذا اليوم الناموس غالي في هذا اليوم في هذا المهرجان مهرجان سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يا سلوب تجاوزت في هذه اللحظة تجاوزت انطلقت انطلقت احتياط أو انطلقت في هذه اللحظة صوغة 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 على المركز الأول صوغة شعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران في المتابعة وغرام بالمركز الثاني تحمل الرقم واحد بشعار هجن الشحانية عن سلطان الوهيبي المركز الثالث يتقدم شعار هجن العاصفة بتقدم تم على المركز الثالث حمد بن راشد بن حمد بن اغدير يتابعها المركز الرابع ينطلق ويندفع شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بتقدم مزنة سعيد بن راشد بن اغدير الكتبي في المتابعة اختم النداع شديدة اللي تحتل المركز الخامس بشعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية هو القائد والمتابع يا سلام يا سلام هذه اللحظات الاخيرة والختامية في هذا اليوم في هذا اليوم اليوم كلنا لقاية أشواطنا المفتوحة لقاية أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في الفترة المسائية إن شاء الله موعدكم مع الذهب مع الذهب مع الذهب مع الذهب يا سلام ترقب وترقب الأعين في هذا اليوم لهذه الأشواط الذهبية نتمنى التوفيق للجميع للجميع كل المشاركين غرام أيها الأخوة المتابعون غرام على المركز الأول تفوز بالسيارة تهانين ونموس بهجن الشحانية أولا في هذا الشوط حصول غرام على السيارة تهنئة لمن قاد غرام بكل ثقى سلطان من محمد بن سالم الوهيبي تهانين ونموس المركز الثاني وصلت صوغة بشعار هجن الشحانية والمركز الثالث والرابع تم وشعلة لهجن العاصفة والمركز الخامس المركز الخامس مزنى ليسمو الشيخ حمدامر محمد بن راشد المكتوم تهانين ونموس تهانين ونموس هانين ونموس لهجن الشحانية على فوز غرام بالمركز الأول حصولها على السيارة تهانين ونموس اللي وصلت بالمركز الثاني صوغة احتلت المركز الثاني بشعار هجن الشحانية التوقيت سبع دقائق أربعين خمسين سبع أربعين خمسين هو التوقيت اللي سجل مع صوغة بشعار هجن الشحانية قادها وتابعها الشاب جابر بن سالم بن فران المركز الثالث شعلة احتلت المركز الثالث توقيت الزمني سبع أربعين سبعين جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثالث هذه شعلة بشعار هجن العاصفة تهانين ونموس للواثق حمد بن راشد من حمد بن غدير من قادها إلى خط النهاية